وصلنا معكم مشاهدين إلى عالم المال والأعمال فاز ديوان المحاسبة بمركز الأول في عضوية المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة الأربشواي في دورته المنعقدة في الدوحة بحصوله على 13 صوتا من أصل 16 صوتا مزيد من التفاصيل في هذا التقرير أعلن ديوان المحاسبة الكويتي عن فوزه بالمركز الأول في عضوية المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة الأربوساي في دورته المنعقدة في الدوحة بحصوله على 13 صوتا من أصل 16 من جانبه عبر كبير المدققين في إدارة الرقابة على الجهات الملحقة للشؤون الاجتماعية والعامة في ديوان المحاسبة محمد الغنام عبر عن فخر الديوان واعتزازه بحصوله على ثقة كبيرة من أعضاء المنظمة مؤكدا أن ثقة التي حصل عليها ديوان المحاسبة من غالبية أعضاء منظمة الأربوساي إنما هي انعكاس للجهود التي يبذلها الديوان من خلال ترأسه لجميع اللجام في المنظمة والتي كان لها مردود إيجابي على جميع الأجهزة الأعضاء في المنظمة يذكر أن الجمعية العامة للمنظمة وفقت على استلام ديوان المحاسبة بقطر لرئاسة المنظمة العربية لثلاث سنوات مقبلة إضافة إلى تسكية الديوان العام للمحاسبة السعودي كنائب ثاني للمنظمة